يحذر مختصون من تدهور الثروة الحيوانية في وسط وجنوب العراق جراء انخفاض مناسب المياه إلى مستويات غير مسبوقة يرافق ذلك التصحر وزيادة الملوحة ما سيؤدي إلى انخفاض أعدادها وإنتاجيتها وسط مطالبات باتخاذ إجراءات موسعة لاحتواء هذه الأزمة وتحديث طرق ري الأراضي الزراعية للحد من استهلاك المياه حيث يشهد العراق منذ أسابيع انخفاض مناسب المياه إلى مستويات قياسية لسيما في نهر دجلة بمحافظة ميسان على الرغم من أن موسم الصيف لم يأتي بعد وهو ما ينذر بأزمة غدائية ناجمة عن جفاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة وخروجها عن الاستخدام الزراعي فضلا عن نفوق آلاف الحيوانات أبرزها الجاموس فشح المياه يعود إلى أسباب كثيرة أبرزها إنشاء تركيا الكثير من السدود والنواظم التي تمنع وصول المياه رغم وجود اتفاقيات سابقة تنص على إعطاء جزء من تلك المياه إلى العراق فضلا عن قلة الأمطار والتجاوزات الكثيرة على نهري دجلة والفرات وأفرعهما في المحافظات والمدن والقرى والأرياف فالتصحر وزيادة الملوحة وانخفاض الأعلاف وارتفاع أسعار المستورد منها سوف يؤدي إلى تراجع أعداد وإنتاجية الثروة الحيوانية خصوصا في مناطق الأهوار والوسط والجنوب ما سيهدد الأمن الغدائي في عموم العراق إذن احتواء أزمة الأمن الغدائية تطلب جهودا حكومية موسعة مع تركيا لإطلاق حصص العراق المائية وتطبيق سياسة واضحة للتكيف المناخي وتحديث طرق الريف فضلا عن استخدام المياه الجوفية بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي اشتركوا في القناة